اذا عدنا حديث القاهرة وكل يوم تقريبا كل اسبوع بنلاقي نفسنا قصاد تصرفات من مخافظين في مصر غرائبية عجائبية تنم عن غياب تام تقريبا لدراسة الموقف والردود افعال الناس واشياء لا يمكن تصدقها يعني تخويل محطة الرمل الجزء الاجمل والسياحي التاريخي الرائع المدهش في اسكندرية الى سوق خضار حديقة خالدين تتحول الى كافيهات ومش عارف ايه اشياء يعني لو عملنا تعداد لكل محافظة يعني اولا انا اكاد اشك ان هناك يعني 95% من سكان كل محافظة اعرفوش اسم المحافظ اساسا يعني لكن خلينا نقول يعرفوا قرارات المحافظة الغرائبية والعجائبية ليه بتفاجئهم وتفاجئ الناس كلها وتفاجئ مصر كلها لما مصر كلها تعرف ازاي ده حصل يعني مين اللي درس الحكاية دي الكلام بتتعال بنان علي اين يعني ازاي منطقة بالجمال والروعة وبالتاريخية دي مليانة كانت اكشاك كتب ومحلات ايس كريم وبتاع ومنطقة في قلب وعلى البحر وتتحاول الى سوق وفرحاليبي ومنفتتعه ازاي يعني اشياء من هذا النوع كثيرة بقى اجراءات كثيرة جدا بتتم في كل حتة في مصر مش بخص محافظة بعينه ده ينم عن ايه ينم عن حكتين عايزين نتكلم عنه ونقطة اساسية بتنطلق بينهم الحكتين دولة النقطة الاساسية اللي بتنطلق بينهم الحكتين دولة هي ايه هي فلسافة الدولة المصرية في السنوات الحالية والسابقة اللي اتمنى انها تراجع نفسها فيها يعني لانه الواقع يجبرنا على ان نراجع انفسنا يا جماعي قصة مش قصة عناد قصة بلد ومصير بلد ومصار بلد احنا كلنا اخرص على استقراره غالبا غالبا انا باعتقد احيانا اقسم بالله اعتقد احيانا غير حانث ان انا اخرص على استقرار البلد والنظام من اصحاب البلد والنظام لانه اللي حريص على استقراره ما يعملوش كده فاحنا اصد المبدأ والمنطق والفلسفة اللي كانت شغالة ولا تزال ان احنا مش عايزين وش ايه هو الوش الوش هو الجدل والمناشة والاعلام والصحافة والسياسة والاحزاب والطلبات الاحاطة والاستجوابات اللي في البرلمان وكل موزيع يطلع عامل فيها بطل ويتكلم تنمتين وزعلين وزعلتين وقفات احتجاجية وقفات فقوية وقصص من دي كلها ونقعد بقى احنا فضلين للوش والقرف ده واحنا عايزين نبني بلدنا فاحنا عايزين نبني بلدنا معناه انه مش عايزين نقلق ولا وش بالكلام ده خالص كل يسكت كل يسكت واللي مش هيسكت بخطر تسكته ليه؟ لان احنا اصدت حاجة مهمة جدا اسمها ان احنا بنبني بلدنا ومنرجع بلدنا لوضعها الطبيعي بين الدول وانه الكلام ده مشوش ومزعج وطالع كمان من فوضى بعد يناير وبعد يونيو سيبك من انه الفوضى دي انتهت الى انه احنا اه اه الدولة دلوقتي احنا مؤسسات الدولة اللي موجودة دي كلها هي نتاج اه يناير ويونيو ومع ذلك مش مهم هم زعلانين جدا من يناير وربما زعلانين من يونيو برضو رغم انه هم نجوهم عشان قاطر يناير ويونيو يالا ما كانش فيه يناير ويونيو كمانتما مش مانجورين بس مش مهم دي فلسفتنا ان احنا مش عايزين واش وعايزين نبني البلد بقى فالفلسفة دي على فكرة حظيت بشعبية كبيرة جدا ليه؟ لانه فيه قرارات تقيلة كان لازم تتاخد وموجعة لازم تتاخد اقتصاديا وعشوائيات مش عارف عايزين نخلص بالعشوائيات مش عايزين مع الناس يعملون لنا وقافات والتلفزيون نصور وإيه الحق بقى والأهالي الفقراء المساكين والغلابة والعجاد دي ففيه قراراتها تتاخد مش محتاجين فيها الوش ده فمهمتنا ان الوش ده يخلص عشان ننجس والوش ده خلص فعلا او اخلص علي ماشي انجزنا ده السؤال بقى انجزنا انجازات كبير وفي نفس الوقت انتهى مستوى معيشة المواطن الى الدرجة الازمة الاقتصادات طاحنة لان احنا مفهمناش ان الوش ده ممكن في الحرية يترتب ويبقى منظم ويبقى ايجابي ويضيف وان المعارضة بترشد وان غياب الرقابة والمسائلة والمحاسبة يخلي حتى حكماء الحكماء يخطئوا فيحنا ده الفلسفة اللي قامت عليها السنوات السابقة احنا مستمرين في الفلسفة دي ويبدو ان جزء من ضباب المرحلة ان احنا مش عارفين نستمر في الفلسفة دي ولا نتراجع عنها طيب لو استمرنا في الفلسفة دي ما الوضع صعب طيب ما احنا لو فكينا الفلسفة دي ما الوضع صعب فيستغل واكذا احنا عايشين بقى ايه الحالة بتاعت الحيرة دي طيب ده ينتج عنها بقى الحاجتين دول انه مثلا قانون الادارة المحلية اللي في يعني مكفن في الادراج بقى له سنوات بما فيه بعد الحوار الوطني اللي مفيش اي حاجة حصلت منه بالعكس خاصة الحاجات سلبية بنان عليه فالقانون ما طلعش انتخابات القانون الادارة المحلية عموما لانه بالمناسبة بكل اللي انا بقوله ده صلاحيات المحافظ في المحافظات وليه لا اوي على فكرة فاحنا اصاد انه القانون نفسه ما طلعش ومنسمى اجراءات انتخابات محلية ما تمش وطبعا دلاتي احنا بنقول على انسانك جاية فيه شيوخ وفيه برلمانية من المستحيل على اي جهاز في مصر يقولك وكمان عايزين انتخابات محلية ليه هتعايزين تابعوا في البلد طبعا الانتخابات المحلية بتؤجل طول الوقت لسبب واضح جدا مهما نفع من ينفي محترامي للجميع يعني عشان خايفين من الاخوان المسلمين انت اصاد مجالس محلية دي اتنين وخمسين او اربعة وخمسين الف عضوة في ستة وعشرين وحافظة ففيه خوف انه اختراق من الاخوان المسلمين للانتخابات دي ان الاخوان المسلمين موجودين عملاء نائمين بقى عميل نائم هو ايه اللي حصل يعني اول ما تبقى الدولة متحسبة بلاش حايف متحسبة حزرة قلقة من الانتخابات المحلية دي تنتج وجود اخوان المسلمين ده معنا انك انت ما قدرتش تواجه الاخوان المسلمين ولا تقضي على افكارهم وده حقيقة الدولة المصرية بمؤسساتها عملت نجاح مزهد عملت عملا بطوليا حقيقيا يشهد له ويستشهد به ويمثل لموزجا ومثالا فعلا للدول المحيطة والدول في العالم كله لما قدرت تواجه التنظيمات الارهابية اللي كانت متجزرة في مصر وممولة من الخارج وفتحة مع غزة وحماس قدرت تواجه هذه التنظيمات بازرعها المختلفة وبمظلتها الهائلة اللي اسمها الاخوان المسلمين وبزراع الاخوان المسلمين العسكرية وتنظيماتها العسكرية قدرت تواجه هذه التنظيمات بشكل مزهل في قوته جرئته جسرته بطولته عظمته نبله تضحياته الدم اللي نزف من الشعب المصري وجيشه وشرطاته من اجل مواجهة هذه التنظيمات والقضاء عليها وتفكيكها كان مثالا يحتزى ونموزجا وراية وعلما خفاقا تخفق له القلوب واي شخص موضوعي محترم سياسيا يمتلك الحد الادنى من الموضوعية السياسية لازم يشهد للدولة دي وللنظام دي وللمؤسسات دي بينها استطاعت ان تواجه التنظيمات الارهابية وتوعيد لمصر استقرارها واملها وده مجد عظيم لعله هو المجد الاعظم وربما يراه البعض هو المجد الابرز وربما يراه البعض هو المجد الاوحد لكن هل ده هل ده انتج مواجهة الافكار لاخل المسلمين وافكار الطريق السلفي او الاسم السياسي الاجابة لا لا قاطعة لا نافية للجنس لا ناهية يعني كمان لم يتم مواجهة افكار الاسلام السياسي على الاطلاق بل ان الدولة تحسبت وقلقت بل واقول بقى وخافت انها تواجه هذه الافكار ربما لانه جزء اقطاع من الدولة مؤمن بالافكار دي فعلا افكار الاسلام السياسي التقليدي كمان انه ما قدرتش الدولة تعبر عن افكار مدنية وتطرحها وتسيدها وتنشرها وتقنع بها الناس فحصل تقصير الى درجة العجز من المؤسسات الدينية والثقافية والاعلامية ومؤسسات الدولة نفسها كلها على بعضها في مواجهة افكار الطار الديني ففضلنا محبوسين في فكرة احسن ان اخوان المسلمين يقولوا ان احنا ضد الدين احسن ان اخوان المسلمين يستغلوا الكلام ده لا اصل العلمانية المتباعة عجبني اقوى حكاية العلمانية المتطرفة دي بتبهرني ما بيطلع رجل معمم يعني ومسؤول معمم يطلع يقولك احنا ضد التطرف الديني واضد التطرف العلماني وبي بس عيد اقوى بالكلام ده وهو بيقوله وناس بيقولوا علمه ومعتدل ووسطي وحق كده ده شيء يعني الحقيقة يدخل تحت بند يعني لا يمكن وصفه اترفع عن وصفه لانه التطرف الديني ده حضرتك بيمسك كلا شينكوف ويقتلك انت شخصيا ويهددك ويكفرك انت شخصيا انت شخصيا اللي بتقول التطرف الديني خطره زي التطرف العلماني اللي انا مش فاهم هروح لك اللي بتقول التطرف دي زي التطرف العلماني التطرف الديني ده بيكفرك انت شخصيا صاحب هذي المقوله ويبيح دمك عادي ومعتبرك من معز السلاطين وكل حاجة ده التطرف الديني طب التطرف العلماني بقى حضرتك اذا افترضنا ان فيه تطرف علماني ايه اقصى حاجة بيقولها مفوش لا دعوة للعنف ولا للقراهية ولا نبز الاخر ولا النفي الاخر ولا لإسالة الدم ولا للتكفير فين التطرف اللي فيه فين تطرف فصل الدين عن الدول ايه التطرف اللي فيه فكرة يعني رض عليها انما التاني بيقولك انت كافر رضي عليك اللي ويه التاني بيقولك انت دمك يتحل فيه حل دمك انك مرتد ان يقام عليك الحد ده اسمه ايه ففيه فرق مش فرق عادي فرق يراه يعني متحد الاعاقة يراه زو الهمة انما زو العماء مش بيشوفوه فالدولة مأسورة محصورة بهذه الفكرة اللي هو مفيش موجهة للأفكار الإسلامية الاسلام السياسي وفيه رعب زعر 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 من اي بان يطلع او اي مؤسسة الدنيا الرسمية تقول حاجة او مش عارف ايه يحصل ايه زعر زعر فبيحصل ايه بيحصل انه لا يزال في سنة 23 او 24 من 7 اكتوبر لغاية النهاردة ادر الاسلام السياسي يحشد لك خطاع واسع جدا من المصريين مع الجماعة الحمسوية الاخوانية علي جد تحت دعوة ومزاعم انها بالقوم اسرائيل رغم انها بتخدم اهداف اسرائيل رغم انها خدمت المشروع نتنياهو في الابادة في المحرقة اللي بيعملها للشعب الفلسطيني في الابادة اللي بيعملها للشعب الفلسطيني في احتلال غزة في ضرب لبنان في سفك دماء الشعب العرب واللبناني والفلسطين بس هو ادر يطار الاسلامي يحشد كل دولة لصالح عن فكرة دي بل يطار الاسلامي ادر يحشد خطاع واسع من المصريين ضد موقف الدولة المصريين نفسها فيما يخص هذه القضية على النصاعة الموقف وهي سطوع صوتوها هذا الموقف ويعني قوته إذن مع احترام الشديد فكرة الحذر من أصل الإسلامين يخشوا في الـ 54 ألف ما يتصرب يعني ألف ألفين تتلافظ 54 ألف وبعدين أنتوا بايتوا محترفين هندسة الانتخابات يعني بنامع الانتخابات مقفلة طبعا هو إذا كان على فكرة مش عايزين وش دي الفلسفة دي كمان مش عايزة برلمان الفلسفة دي ليه عايزين دا اللولة والله اللولة إنه عيبة في العالم إنه يبقى عندنا ما فيش عندنا برلمان وإنه الدين يقول معقولة ده ما فيش مجلس نوابه بتاع عشان يكمل بس الشكل فإحنا يعني مشينا إنه فيه برلمان إنما نزعنا منه كل أدواته وعملنا له انتخابات مهندسة ماشي كلام حل ما نهندس الانتخابات المحلية أصلي ليه فرق انتخابات المحلية اللي بيدخل الانتخابات المحلية ده عايز يخدم منطقته حيه وبيته وقريته ويعني ومدنته ده مش أفق سياسي ده أفق خدمي وده راجل اللي بيخش انتخابات المجلس المحلي ده بيبقى هيروح يحضر كل العزاءات وكل الأفراح والبنت اللي عايزة تتوظف وعايزة تشغلها هي أروح الولي الأمر ولا الأم تروح لله وتقول له أمال احنا انتخابناك ليه وفي الشوب لأنه جارهم ومش عضو برلماني قاعد في القاهرة ولا في العاصمة ولا في أي حتة وبيجي لهم القرية ولا بيجي لهم الدايرة كل سبعين ثلاثة يصلوا الجمعة ويقعد معهم في الضوار ويمشي لا ده يعت في أرابيزهم 24 ساعة ومعنين في أرابيزهم فدولة بتوعوا الخدمة العامة ودولة اللي قدروا عارفين مشاكل مدرية الصحة ومشكلة مدرية التموين وعارفين فلان وعلان وكل المسؤولين ودولة اللي قدروا يستجوبوا ويسألوا ويحاسبوا ودولة اللي هم نفسهم عايشين وسط مجتمعهم القرى والريفي أو المدينة أو الحي فعارفين كل مبضو وكل مشاعر وكل ألمو فدول اللي قدروا ينقذوك من الفساد اللي في المحليات ومن الإهمال اللي في المحليات فإنه حتى عندما من الانتخابات العامة 2008 2008 ايه برضو تهدست احنا عندنا كم حزب أولا حد حزب الأحزاب اللي موجودة لكن مش مهم نوزعها عليهم وبالذات برضو والنبي يا ريت مش حزب الموالاة تاخد النسبة الأكبر ايه بعملنا ايه موظفين يا رابو موظفين مش هنعيد تكريب البرلمان تاني ان احنا ندي لكل الناس عشان هتخدم بلدها دي ناس وحتى لو فلتت منها ناس يعني فلتت منها اخوان ولا اسلامين ولا سلفين يا جماعة ما احنا عارفين ما فيه ناس بيقيدوا بيسقفوا كل حاجة وبيزيدوا عالكل لصالح الدولة ولو حصل اي حاجة لا قدر الله هيروحوا يسقفوا لأي حد تاني جاي فهي مش قصة موالاة اصلي موالاة موالاة لأي حد ييجي دي يعني دي موالاة للي جاو زمي مش موالاة فكرية والعاقدية والسياسية فبرها علينا شوي ندي للناس حريتها في انها تحاسب نفسها تحاسب موظفين دولة يعني ليه بقى لانه على النحية التانية طريقة اختيار المحافظين طريقة يعني اقرها لنا من زمان قوي نظام يوليو وهي طريقة المخاصصة بين مؤسسات الدولة المؤسسة دي لها نصيب والمؤسسة دي لها نصيب وديها حصة متغيرات بقى تحصل احيانا يبقى فيه مؤسسة تاخد اكتر من التانية حصة دولة يبقى 16 دولة يبقى 10 لا ده يبقى 12 ده يبقى 10 ده يبقى 8 لكن في مخاصلة هم 3 اربع مؤسسات مؤسسة الاكاديمية جاية من ودي الاقل طبعا مؤسسة الامنية المؤسسة العسكرية المؤسسة القضائية ويتم التعامل كأنها مكافئات نهاية خدمة على ان الناس اشتغلت واخلاصت في مجالها وعملها فيعني ايه بنكافئة بيبقى محافظين دي طريقة دي طريقة ما توديش لاي نجاح في الدنيا ده حتى ما فكروا ان احنا عندنا دبلومة ادارة محلية على فكرة في كويت السياسة الاقتصاد وعندنا علامة كبيرة قوي اسمه الدكتور خالد زكريا عمين في الادارة المحلية حاجة جبارة جدا محدش فكر انه مين اللي خد دبلومة ادارة محلية في الوقات على فكرة كانوا دبلومات ادارة محلية كان رئيس حي او بسافل حي وعجبوا بموضوع الادارة المحلية والمشارة في فراح خد دبلومة ونجح وخد دبلومة تانية وقدم رسائم يعني ليه ما بنروحش نختار الناس دي لا احنا بنختار الناس وظفتها يوم 28 اكتوبر سيادة بقى فلان اللواء ولا ست المستشار يوم 30 اكتوبر يبا ست المخافظ خبرة تانية خالص ما لقاش اي علاقة دي ولا اي نوع من التأهيل هم يقول لك اصبحنا من أهلهم بنوديهم مش عارف ايه بنوديهم مش عارف ايه فين امتى بعد ما هو مخافظ يعني المفروض ان احنا بنختار قيادات مؤهلة قيادات درسة عارفة او ذات خبراء ناس بقى لأعضاء مجالس نقابات او نقابات سابقين او حاليين بنتكلم على أعضاء مجالس ادارات اندية او مراكز شباب او رؤساء مجالس ادارات شباب دولها دولها ستعاملوا مع الحياة العامة اه اسات زيط ادارة ناس لها عمل خاص نواب سابقين ولون ضر كبير جماهيري دي دايرة الاختيار مش دايرة الاختيار مكافة نهاية الخدمة وبدون حتى تأهيل ولا تدريب فبيحصل ايه ياصل احنا بنشوفه دلوقت كل شوية قرارات غرائبية عجائبية مش بس كده وما فيش محاسبة ولا مسألة يعني احنا بنختار بطريقة غلط وبنختار من دوائر خطأ مش مؤهلة اطلاقا مش شغلتها ولا تعرف الحالة العامة دي ولا المجال العام ولا العمل السياسي ولا اي حاجة فجأة بيبقى خبير في الصحة والهندسة والريو والزراعة وبتاع لمجرد انه خد قرار التعيين ثم من غير محاسبة ولا مسألة ولا حد بقول ايه يا جماعة يعني النظرية بتاعت اقف الوضغط دي مش هينفع يعني مش هينفع تستمر لكده هو طبعا ينفع تعمله اي حاجة انه ما هلنمتكلم على ما هو مستقبلي يعني ده بيودي بيودي الازمة وازمة تهدي الازمة ما يعرفش نعم خلاص بقى قصة ان احنا اقفل 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 واضغط اضغط اضغط نقفل 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 على العمل السياسي وعلى حرية الرأي والتعبير واضغط اضغط اضغط على الناس بقى برافع الدعم بزيادة الاسعار اقفل واضغط دي يعني لازم افتح وارفع هذا والحل طيب ما تحلش ولا حد سمع كلامنا نسأل الله العافية لهذا الوطن ونتمنى لهم جميعا التوفيق وليس اعز علينا ولدينا من ان تكون بلدنا بلدا مستقرة امنة راضية يا رب انما نقول قولنا هذا ويعني سفروا الله لي ولكم والتائم من الذنب كمن لا ذنب له وشاهدوا مشاهدة مودعة خيال الله سلام بعد قصة اشتركوا في القناة